موسيقى لكن الصحراء على الأقل مدام المغرب تمسك بصحرائه فطبعا نقول الصحراء مشكلة الصحراء صناعة استعمارية شوف ماهوش كلام عالم حقيقة ما احترامي لشخصه يقول مدام المغرب تمسك بصحرائه يعني مدام المغرب تمسك وما تمسكش راح تقول الصحراء ماهيش صناعة استعمارية ماهوش تعبير منطقي مين المفروض يقول أنه هذه الصحراء راهي مغربية والمغرب راه تمسك به يقول مدام يعني مدام المغرب تمسك إذن الصحراء راهي صناعة استعمارية يعني لو المغرب ما تمسكش بها راهي صناعة أخرى مهيش استعمارية وقضية صناعة استعمارية ما جاب الجديد مسألة الصحراء الغربية كانت محتلة إسبانية وتم إدراجها في الأمم المتحدة كتصفية استعمار في عهد الاحتلال إسباني وكانت محتلة إسبانيا وأهل الأرض قاوموا ودعملوا من أجل تحريرها والمغرب أيضا تحرك على أسعده كثيرة هذا هو الواقع ما يجي زايد عليه قال لك مدام مدام المغرب تمسك بها إذن هذه الصحراء راهي مغربية أما الصناعة استعمارية ما جبت جديد الحدود أصلا ما بين الدول العربية كلها صناعة استعمارية كنا نذكر سايس بيكو ما جبت الجديد ما هي قضية الصحراء فقط صناعة استعمارية الحدود في الدول العربية والإسلامية كل لعبت فيها بريطانيا ولعبت فيها قوى كبرى في صناعة خرائط العالم الإسلامي والعالم العربي بعد سقوط الدولة العثمانية هذا هو الواقع وللأسف أن تتورط دول ثقيقة ودول عربية إسلامية في دعم بل في تبني هذه الصناعة استعمارية هذا من جهة لكن من جهة أخرى وهذا أيضا كتبته للأسف الآن معالجة قضية صحراء تتم بمعزل عن الشعب لأن معالجة قضية صحراء بمعزل عن الشعب هو الذي جعل بعض المسؤولين يتوهمون أن إسرائيل تنفعنا فلنأتي بإسرائيل لكن لو كان الاعتماد على الشعب الشعب 35 مليون مستعد أن يجاهد بماله وبنفسه وأن يتعبأ كما تعبأ في المسيرة الخضراء وأن يقطع آمال الذين يفكرون في فصل الصحراء ولا في خلق أي مشكلة للمغرب مغرب مستعد إذا دعا جلالة الملك إلى مسيرة بالملايين بالملايين إذا دعا للجهاد بأي شكل إذا دعا للجهاد بالمال نحن مستعدون العلماء المغرب دعاة المغرب مستعدون أن يذهبوا ويقيموا بالأسابيع والشهور في الصحراء وفي تندوف نحن لا نقم مسيرة فقط إلى العيون بل مسيرة إلى تندوف فللأسف الدولة بدل ما تعتمد على الشعب ذهبت الآن تعتمد على إسرائيل وستكتشفه الصراب وعسى أن تعود إلى الشعب فإذا قضية كهذه لا بد من الرجوع فيها إلى الشعب وقواه وطاقاته التي لا نهاية لها هنا راه قال كلام يناقض أولا في نفسه هو قال بأنه راه العلماء والشعب راه تحت أوامر الملك أنت أصلا في بداية الحديث عصيت الملك وعصيت الأسرة المالكة عندما مسحت موريطانيا من الوجود التي اعترف بها الملك الراحل ومعترف بها الملك الحالي أيضا لم يلغي هذا القرار ويتعامل مع موريطانيا بمنطق أنها دولة ذات سياد أنت أول من عصى الملك هذه الأمر أخ الأمر يقول بأنه بمعزل هو حب ينتقد قضية التطبيع فللأسف الدولة بدل ما تعتمد على الشعب ذهبت الآن تعتمد على إسرائيل وستكتشفه الصراب وعسى أن تعود إلى الشعب وهنا راه يتهم المغرب بأنه استقوى بإسرائيل في الصحراء هذا اتهام من عنده البعض اللي ينتقدوا هذا الكلام لم ينتبه إلى هذا الأمر هذا أخطر ما في المسألة عندما يقول بأنه ظن بعضهم أنهم يجيبوا إسرائيل لازم يعتمدوا عن الشعب هذا معناها أنه أحمد الرسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يؤكد ويقر ويتهم السلطات المغربية بأنها تستقوي بإسرائيل لتدعمها في الملف في الصحراء يقول أمر آخر بأنه الشعب أراد أنه الشعب هو الذي يفصل في المسألة قضية الصحراء يا أحمد الرسوني فيها جانب شعبي فيها جانب مجتمع مدني داخل ولكن الأكثر خطورة فيه هي المسألة الدولية والمسألة الدولية على مستوى الأمم المتحدة هذه القضية راه ما زالت مطروحة على مستوى الأمم المتحدة لديها مبعوث أممي معناها أنه فصلها يحتاج إلى الدول ويحتاج إلى اللعب على مستوى دولي ويحتاج إلى قرارات من دول ويحتاج إلى مواقف مؤيدة من دول هذا هو أما أنك تريد أن تستغني عن هذا الأمر بمنطق أنه الشعب المغربي مع احترامي طبعا للشعب المغربي أنه هو الذي سيفصل في هذه القضية ويزيد يذهب إلى ما هو أخطر أنه الشعب مستعد أنه يذهب هناك ويجاهد جاهد فيه قالك في الصحراء وفي تندوف ما دخل تندوف في هذه المسألة وقبلها قال بأنه عنده أراه على فكر عن ليل الفاسل اللي كان يشوف بأن تندوف وبشار والصحراء الشرقية وما إلى ذلك معناها هذا أيضا أحمد الريسوني رأى قول يتهم بأن المغرب توسعي يتهم بأن المغرب توسعي وأن الشعب المغربي عنده أطماع في تندوف وعنده أطماع في الأراضي الجزائرية وأيضا هذا فيه عصيان لاتفاقية اللي حدثت ما بين الجزائر والمغرب وهذه الاتفاقية تتعلق بحدود الجزائر البرية مع المملكة المغربية ولي تم ترسيمها بشكل نهائي بموجب اتفاقية ثنائية بين الجانبين وقعت بتاريخ 15 جوان 1972 وتم التصديق عليها من مجلس النواب المغربي وتم تبادل وثائق التصديق بين وزيريه الخارجية الجزائر والمغرب في 14 ماي 1989 معنى هذه الحدود خلاص تم الاتفاق عليها وتم ترسيمها بصفة نهائية